ينضم معنا في الستوديو دكتور ناصر دوريد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الكاتب والمحلل السياسي دكتور ناصر أهلا بك رمضان كريم علينا وعليكم وشعادة بوجودك معنا في الستوديو كيف تراقب ظروف تشكيل حكومتك هذا نعم يعني إحنا كأنه رجعنا مرة ثانية بعد جائحة كورونا للأسف الشديد إلى نفس التعبير الأثير في الإعلام العراقي إلى المربع الأول يعني رجعنا مرة ثانية إلى قضية المحاصصة وحصتي وحصتك وكل واحد يأخذ حصة من الكعكة وكأنه الدماء ذهبت سدى للأسف الشديد هذا ما يحدث عندما يحدث ظرف طار يجعل الانتفاضة تتراجع عن مسارها وعن قوتها تستغل الطبق الحاكمة هذه الفرصة لكي تعيد نفس الموضوع هذا هو طبيعة النظام يعني ليس في ذلك أي شيء مستغرب النظام قائم على أساس محاصصة وعلى أساس تقسيم الكعكة فيما بين الأطراف وسيبقى ذلك طالما سنحت له الفرصة بأن يكرر نفسها وبالتالي أنت تعتقد بأن هذه الظروف ستنتج حكومة في بيئة سياسية لا تفرق شيئاً عن الحكومة السابقة أبداً وأي محاولة للقفز على هذه الصيغة كما حصل في قضية توفيق علاوي محاولة توفيق علاوي ستجابه بالفشل حتى لو دعمت دولياً أو إقليمياً هذه الطبقة السياسية تتعود على طريقة أعطيني وأعطيك وكل واحد وحصته وهذا هو السبب الوحيد الذي يعطل تشكيل حكومة مصطفى العلاوي عفواً الكاظمي حتى الآن وبانتظار أن تحدث التركيمة النهائية المعتادة لتوزيع والتقسيم سوف تعلن الحكومة وربما هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى فشل الكاظمي في مهمته حصلت مؤخراً في داخل العملية السياسية بعد استقالة عادر عبد المهدي حصل هناك عوامل تفتت في داخل الطبقة السياسية أكثر مما كان عليها حال سابقاً وربما هذه العوامل هي التي تسهم وأسهمت إلى حد الآن في فشل تجارب سابقة هي التي ستسهم أيضاً في فشل محاولة الكاظمي أيضاً بغض النظر عن وجود الانتفاضة أنا قلت في مرة والتعليقات في أحد القنوات الفضائية أنه كأن الانتفاضة رمت بفيروس في داخل كومبيوتر النظام إذا صح التعبير يفشل التركيبة الحكومية في كل مرة حتى دون اللجوء إلى الانتفاضة حتى دون وجود ضغوط الانتفاضة لإفشال المرشح الطبقة السياسية هي التي تقوم أحياناً بإفشال هذا المرشح وربما هذا سيحدث أيضاً مع الكاظمي وسيلحق بالزورفي يعني لا أعتقد أن الكاظمي والزورفي يختلفون كثيراً بحيث ينجح هذا ويفشل ذاك دكتور السؤال الجوهري في ظل يعني معادلة التشبيه ما بين الحكومات السابقة هل سيفشل مصطفى الكاظمي في حسن توافقاته وبالتالي ربما لن يذهب إلى مجلس النواب أو ربما يذهب إلى مجلس النواب ولن يستطيع تمرير حكومته بسبب آلية التوافقات الجديدة أم بوجود إرادة سياسية لا تريد للكاظمي أن يمر حتى يكمل عادل عبد المهدي السنتين المتبقيتين من عمر هذه الدورة بالتأكيد لو وقفت على الطبقة السياسية هي تفضل بقاء التركيبة القديمة لعادل عبد المهدي لكن بقاء عادل عبد المهدي في منصبة بعد الإشارة المرجعية إلى بضرورة الخروج واستقالته ونتيجة لهذا الموضوع تجعل من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل أن يستمر عادل عبد المهدي بتوافق وإعلان رسمي من الكتل محاولة تسويف بقاء عادل عبد المهدي هو قضية مطلوبة من قبل الجميع يعني قوى سياسية مصالحها بالنسبة لها أولوية ما الذي يمنعها من إعادة منح الثقة لعادل عبد المهدي؟ فقط المرجعية فقط قرار المرجعية بسحب الثقة من هذا الرجل نتيجة للمظاهرات ونتيجة لدماء الناس ونتيجة إلى آخره تصبح أي عملية تدوير رعادل عبد المهدي بمثابة تحدي للمرجعية هذا ما لا يتحمله النظام السياسي الموضوع في بغداد التقاطع ما بين المرجعية لا يمكن أن يقبل أو يستطيع أن يتجاوز حتى عادل عبد المهدي نفسه الذي هو متمسك بالكرسي إلى آخر لحظة عندما قيل له من قبل المرجعية أخرج خرج وهو طاع وقبل المالكي وقبل كثير من الناس هذه خط أحمر بالنسبة لهم فبالتالي أنا لا أعتقد أنه بالإمكان تحدي هذا الموضوع والبقاء مع عبد المهدي المشكلة الأخرى أنه لا يمكن أو يبدو من الصعب جدا إيجاد بديل لعدعد المهدي هنا مأزق النظام يعني ماذا يفعل إذا هذه الحالة إيجاد البديل يصطدم بعملية التوزيع الجديدة لقطعة الكعكة وأنت حصتك كم وأنا حصتك كم وإلى آخر بقاء عبد المهدي تحدي للمرجعية وتحدي لقراره وخط أحمر بالنسبة القوى السياسية تجد أنه النظام واقع في محنة عدا عن المحنة الكبرى المتعلقة بقضية انهيار سعار النفط الهائل واحتمال كبير أنه أشراف الدولة على الأفلاس في المرحلة القادمة شكرا جزيلاك الدكتور أناصر دعايد أستاذ العلم السياسي وعلاقات دولية كنت ضعيفا معنا في السعودية في ناشة الأخبار شكرا دكتور